الأهلي تعالوا بقى على السريع كده حضراتنا نتعرف مع بعض على آخر الأخبار وآخر المستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة هنروح معاكم على فرع الأهلي الجزيرة حيث تواجد زمدتنا العزيزة هانا أبو القاصم نهنده في الشيخ زيد والله نهنده ده وضع مختلف هنروح معاكم فرع الشيخ زيد مع هانا أبو القاصم اللي تعرفتな على آخر الأخبار والمستجدات يا هانا صباح الفل عليك وأهلا مديك معانا يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناك ودايما هنقلك كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي لكن زي ما انت قلت يا كريم النهاردة من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم النهاردة تجمع الفريق هيكون الساعة 3 والمرون هيبدأ الساعة 4 العصر بقيادة مستر مارسيل كولر استعدادا بقى للموسم الجديد واللي هتبدأ منافساته في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا كمان يا كريم خليني أقولك إن الفريق هيخوض سلسلة من المباريات الودية هتكون بمستوى تدريجي يعني يوم 21 و25 و29 سبتمبر ده طبعا ضمن خطة الإعداد يعني بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يكون موسم مليء بالانتصارات والبطولات ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة السلة النهاردة رجال كرة السلة هيكون عندهم ميران الساعة 7 مساء وده الميران الأخير قبل مبارات غدا مبارات غدا هتكون أمام فريق السكة الحديد هتكون بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة واستكمالا عن الحديث عن رجال كرة السلة يعني كان تم الإعلان أمس عن مباريات ومواعيد مباريات النادي الأهلي في البطولة العربية بالتحديد النادي الأهلي بيقع على رأس المجموعة الثانية وبيكون معاه فريق الرياضي اللبناني، فريق الغرافة القطري والميناء اليمني يعني لو كلمتوكوا كمان بالتواريخ النادي الأهلي هيواجه يوم 5 أكتوبر الميناء اليمني يوم 7 أكتوبر الغرافة القطري ويوم 8 أكتوبر فريق الرياضي اللبناني طبعا البطولة هتكون منافستها من يوم 15 حتى 15 عشرة في الكويت يعني بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا يبدأوا بقى مشوار الحفاظ على لقب البطولة العربية وان شاء الله نكون بنحتفل قريبا بالتتويج بها خلونا بقى نروح للوقت للعبة كرة اليد وسيدات كرة اليد أيضا النهاردة بيواصلوا تدرباتهم طبعا هم مركزين بشكل كبير جدا عايزين يفوزوا في جميع المباريات في بطولة الدوري ويحسموا جميع المباريات لصالحهم المباراة القادمة بالتحديد هتكون يوم السبت القادم وثالث بقى جولات بطولة الدوري هيواجهوا فريق المعادي على صالة المعادي يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يقدروا يقتنسوا ثلاث نقاط جداد أخيرا بقى نروح للعبة تنس الطولة ومبارح تم الاعلان عن التعاقد مع اللعبة ألاء يحيا واللعبة رؤى الناغي طبعا قادمة من فريق جزيرة الورد وهتم التعاقد معاهم مع النادي الأهلي لمدة أربع مواسم يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ظهروا طبعا بمظهر جيد جدا مع فريق جزيرة الورد وأيضا مع منتخبنا الوطني إن شاء الله يكونوا إضافة جبيرة جدا لفريق النادي الأهلي يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية كمان يا كريم زي ما عودناكوا دايما خلوني أنقلكوا الأجواء لكن النهاردة من داخل فرع الشيخ زايد يمكن درجة الحرارة دلوقتي 29 الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد فيه النادي يمكن بصورة قليلة شوية معظم المتواجدين عند مجمع البنوك ودي طبعا خدمة جيدة جدا لأعضاء الشيخ زايد لكن طبعا بيزيد أعدادهم على مدار اليوم يعني دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي الأهلي اليوم والآن العودة لك مرة أخرى كريم في الستوديو بنشكرك على هذه التغطية من المتبيزة جزيل الشكر زمنتنا العزيزة هانا أبو قاسم هو جو حلو فعلا على قولك النهاردة وأكيد إن شاء الله نسبة الحضور حتزيد في كل الفروع بنشكرك يا هانا على هذه التغطية